احنا ما زلنا بنتكلم عن حاجات دائماً أبداً اللي بيشوفها بيقول ان ده لو موجود في أسرة ولو ازداد على طول بيقولوا ان ده ممكن يسبب كرسة الطلاق ازاي بقى؟ لان في حاجات معروفة بنحس بيها وبنعيشها في بيوتنا وعارفين ان هي بتحطنا على حفة الهوية بعض الناس بيشوفوا ان بعض الحاجات دي ما تستحقش ان احنا نتكلم عنها ده الناس تخلص عليها كده بس ده مش حقيقي في حاجات بالزبط عاملة زي النار ايوة بالزبط بالزبط احد اهم مسببات الطلاق حاجة مهمة جداً 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 عدم ادارة الضغوط وعدم ادارة المشاعر ومن اهم الحاجات اللي اذا لم تدر بتحصل كرسة هو الغضب ليه؟ لان الغضب كتلة من النار ولو ارتفع الغضب بأصبح الانسان فاقد المنطقية وبيتعامل مباشرةً مع اشياء باطنية لا يعرف لها قانون ولا يعرف لها ضوابط وعلى طول بيبقى بعيد عن التوجيه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم واحد رح لحضرة النبي وقال له انصحني واقلل فقال لا تغضب رح بكرة عليه قالوا لا تغضب لا تغضب طب يعني ايه لا تغضب؟ يعني انا ما يحصل ليش شعور الغضب؟ لا حضرة النبي ما كانش قصد كده حضرة النبي كان قصده ان انت لا تتبع نفسك هواها ولا تسير خلف الغضب فان للنفس الامارة بالسوء خطوات كما للشيطان خطوات ومن خطوات النفس الامارة بالسوء التي تضيع الانسان وتضلله الغضب لكن مش معنى كده ان حضرة النبي بيقول ان انسان ما يغضبش يعني ما يجلوش الشعور لان من استغضب فلم يغضب فهو كالحمار زي ما بيقول الامام الشفعي لكن جزء من ادارة الضغوط ادارة الغضب انا بحب هذا الترابط ان انا اربط ما بين ادارة الضغوط واربط ما بين ادارة المشاعر وعلى رأس ادارة المشاعر ادارة الغضب فلازم نتربع على ادارة الغضب وفيه فرق كبير ما بين الغضب والشعور والغضب اللي هو حالة ففي الحالة بيفقد الانسان سيطرته خلاص ومش بتكون المسألة تحت سلطان العقل ومش بيبقى الشعور هو اللي بيبقى هو الشعور هو اللي مسيطر هو اللي بيسوق وساعتها ايه اللي حاصل ما بيبقاش يقدر الانسان يكون تحت سلطان بل الانسان على نفسه بصيرة لان ساعتها بتتعمل بصيرة والمشكلة اللي عندنا واللي بتحصل بسبب بسيط وهو مثلا ان الزوجة تستخدم حاجة كده مصطلحة المسميه السلك العريان ايه السلك العريان ده؟ تروح الزوجة وتمسك الكلمات اللي بتخلي زوجها يشطط غضبا او الزوج يعمل نفس الحكاية فمثلا هو مش بيحب او ما بيحبش ان حد يفاهمه انه هو مقصر فاول ما هي بتيجي وتتكلم بالكلمات اللي تشعره بانه مقصر يشطط غضبا لما تقوله انت عملت ايه يعني عشان تحللنا مشكلتنا فبيلاقي الدنيا كلها سودت في وشه والدنيا بقى الظلمة ويحصل ان هو تحول تحول من الانسان عنده ضوابطه معايير الى انسان بغير ضوابطه معايير لان خلاص الغضب هو اللي بيلقنه كيف يفعل الغضب فيه ملفين اساسيين لازم نعرفهم الملفين دولا هما اللي بيشعلوا الغضب هما دولا فتيل الغضب ملف المهانة انه يشعر انه اتهان فلازم يدافع عن نفسه ويستخدم العصبية والسلفدفنس عشان يدافع عن نفسه فيتحول الغضب لعصبية وقد يوصل به الحال من عنف لفظي لغاية ما يوصل الى عنف الافكار لغاية ما يوصل الى عنف جسدي وعنف بالايد وهنا بتبقى المسألة خلاص خرجت عن السيطرة الملف التاني شعور الانسان بانه عنده احقية في الغضب هو انا مش من ادم يعني ما انا من حق ان انا اغضب لما حد يدوس على كرمتي اه ونمسك في كلمة كرمتي دي لان كلمة كرمتي دي هي الكلمة اللي بتمسكها النفس امرها بالسوء عشان تغوي الانسان وتخليه استمر في الغضب لان الله سبحانه تعالى يقول ونفسنا وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساه اللي بيسيب النفس تلعب بمفهوم الكرامة هو في الحقيقة النفس بتخلي الانسان تحت سيطرتها بمفهوم الكرام فانا من حقي ان انا اغضب يبقى عندنا حكتين جمرتين بتشتعل الجمرة الاولى انا تهنت الجمرة التانية انا من حق ان انا اغضب من حق ان اغضب لان انا بنا ادم مش معقولة يعني تؤذوني وتمنعوني من الغضب حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما خلاش كل واحد بيتأذي لازم ينفذ غضب بتشوف انسان بيجرحها بيشوف واحدة عايزة تحسسه ان هو ولا حاجة وعشان كده الغضب احيانا بيكون محاولة لاخفاء قلق او حيرة او تشتت ففي الغالب الغضب اللي بيتحول لعصبية وعنف هو دفاع عن النفس واحد بيدفع عن نفسه تجاه خطر خايف يتمادى في التعامل معاه ومن مشعلات الغضب حاجة كده انا بسميها الكلمات الاغضابية واحد عارف ان الكلمات دي بتغضب زوجه تقول له امك هو يقول لها اهلك هي ويقول لها ابوكي وتقول له اخوك فالكلمات تشتعل احنا عارفين ان الكلمات كل واحد فينا بيبعارف كلمات اللي بتشعل شريك حياته وهنا بنقع بقى في حاجة مهمة جدا ايه هي ان في الحقيقة حضرت النبي قال له لا تكن عونا للشيطان على اخيك ولا تكن عونا لنفسه عليه ومن مشعلات الغضب كمان واللي بتخلي مش تحت الادارة ولا تحت السيطرة العنات وهي من اهم الاشياء اللي بتتعمل في بيئة الغضب فتخلي الغضب لا يمكن السيطرة عليه عايز تغلل الغضب يخرج من تحت السيطرة شغل العنات لان العنات ساعتها بيبقى الغضب مش من ناحية واحدة بالعادة من ناحيتين والانسان الغضبان لما يتقابل بالعنات بيحس ان الشخص اللي قدامه عايز يحرقه بالغضب ده ولابد ان احنا نعرف ان العنات في الحقيقة ده شعور انتقامي مش شعور حقيقي ولذلك وخاصة بيظهر اوي ان هو شعور انتقامي لما يبقى العنات متبادل ايوه احنا بنتكلم علينا احنا بنتكلم عن الحقيقة بنتكلم تحت ظل قوله تعالى بل الانسان على نفسه بصيرة الانسان يعني احنا كلنا لازم نتكلم في مشاكلنا في بيوتنا لكن احنا وبنعلك الغضب لازم نتأكد ان الشخص الغضبان ما عندوش حساسية مفرطة لان الحساسية في اكثر البيئات ممكن تخلي الغضب موجود طول الوقت لان الشخص الحساس اللي عندو حساسية مفرطة عندو تفسيرات مختلفة للكلمات وعارف اللي جواك حتى لو انت ما تكلمتش في الغالب على فكرة اوه هتفتكروا ان الستات بس هما اللي عندهم حساسية مفرطة الرجالة كمان عندهم حساسية مفرطة كذلك والشخص اللي هو عنده حساسية دايما بيعرف ايه اللي ممكن انت تتمادى فيه وتوصل اليه يعني هو عارف الحاجة اللي ما تعملتش ازاي لو انها تعملت وعارف اللي جواك حتى يمكن ممكن يقولك انا عارف اللي جواك وانت مش عارف نفسك والحساس ساعات بيكتم الغضب في الداخل ويركمه ويشيل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لا تحدثوني عن اصحابي فاني اريدوا انا القاوم سليم الصدر اه الغضب والتراكمات دي تعمل سواد في القلوب وما تخليش الواحد سليم الصدر والتراكم ده اخطر الاشياء واخطر طبيعات الغضب انما بقى ازا حبينا نتعامل مع الغضب ونضير الغضب ونضير مشاعرنا فيه طرق كتيرة احنا نذكر بعض الطرق وبعد كده نذكر لها بعض الاجراءات من اهم الطرق اللي بنعالج بيها الغضب التأجيل اللي انا بسميه التأجيل الوافي تأجيل الاوفياء ان الشخص يأجل الكلام لو فيه غضب نأجل الكلام بس نأجل الكلام في الموضوع ده لوقتي تاني واوفي بيه طب احنا ممكن نتكلم بعد ساعتين واجي بعد ساعتين واتكلم ممكن أجله البكرة وأجي بكرة ونتكلم في الوقت اللي محددينه ونتكلم ده بيعمل إيه؟ بيخليني أنا وغضبان عارف إن أنا عندي طريقة وعندي مخرج من الغضب لإني أسوأ حاجة في الغضب إن أنا حس إن فيه نار حولي فإيه اللي يحصل؟ طيب أنا أكون في النار لوحدي دي أروح وأخذ اللي قدامي كمان في النار اللي أنا فيها لكن لما حس إن فيه مخرج إن أنا ممكن أجل وأجل التأجيل الوفي ده آه لأنا ممكن إيه اللي حاصل؟ يبقى ده مخرج ليه من الغضب فبقى عارفه طول الوقت الشخص الغضب ممكن يكون في حالة طفولة متمردة إيه طفولة متمردة أنا سمعت عنها؟ آه ما إحنا عندنا شرائط كده في الإنسان إنسان فيه عنده شريطين للولدية كده الولدية الرعية والولدية الانتقادية والدية الانتقادية بتاعت أنت عمرك ومتعمل حاجة كويسة أبدا والولدية الرعية البس تيلي إنت ونازل بلاش تلبس النهاردة حر بلاش تلبس الحياة التيلة النهاردة النهاردة حر اللي هي الولدية اللي هي السلطة بس حنية دي السلطة الولدية الرعية طيب هو الانتقاد ده يبقى دي واليدية ايه؟ واليدية انتقادية وفيه عندنا شريط البالغ وبعدين عندنا تلات شرايط التفولة المتمردة والتفولة المزعنة والتفولة الطبعية الشخص الغضب ممكن يكون غضب لأنه عنده طفولة متمردة وفي حالة هياج فمش بيفكر بشكل منطقي ومن علامات الرجولة اللي الست بتشوفها في زوجها سرعة الترضية يعني ايه؟ انه هيقدر يتفادى غضبه ويعمل ايه؟ يسارع في ترطيتها فلو بيراضيها بسرعة يبقى راجل حقيقي وفي نظرها لو انه هو استمر على كده وهيملك قلبها لكن لو سبها وما رضهاش بتكون مشكلة كبيرة لأنه كده ايه اللي حاصل؟ هيتركها الغضبها ويتارك نفسه الغضب يولع في البيت احنا لازم نقول ان الامور لازم لما نغضب ما نحاولش الحاجة ونحطهاش على محور الايه؟ على محور الغضب عشان بعد كده كل واحد هيتطر ينتقم لكرامته وساعتها تبقى المسألة وقعة مش لطيفة فالترضية شيء مهم جدا جدا وكل الانسان دايما نقول كده من احسن الترضية فقد اتدخر لحياته الزوجية يبقى اللي بيحسن الترضية ما تفتكرش ان انت لما تراضي زوجتك او انت لما تراضي زوجك انت كده الترضية دي زهبت لا بتبقى مدخر في القلوب بتتشال الزوجة بتغضب عشان ما عندهاش مكان يبقى امان لها غير زوجة فلما بيضيعها ما انا بتحس ان هي ضاعت في الغضب ما فيش حاجة اسمها ما فيش حاجة اسمها التنفيس انا بنفس عن نفسي فازعق ايه هتعمله كده لان التنفيس لو ريحك دلوقتي وزعقت ونفست وتعصبت انا بتعصب بس عشان اقطق يعني لا مش هي دي الطريقة الصحيح انت لو جنت عايز ما تنفس لقي نعمل ايه حول هذا الغضب الى فرصة تستطيع من خلالها ان انت تثبت ان انت اقوى من الغضب وهو ده اللي حضرت النبي قال لنا ليس القوي بالصرع ولكن القوي ما ليملكوا نفسه عند الغضب يبقى الغضب لما ييجي فرصة يلا يا جماعة فرصة عشان نأكد ان احنا عندنا ثقة بنفسنا عندنا قوة عندنا قدرة على الارادة ولو زوجة كلمت اهل زوجة ساعة الغضب بتخليه حس بالاهانة فلازم ما تكلموه ساعة الغضب ما تكلمش اهله ساعة الغضب وهو لو كلم علىها هي بتحس ان ما فيش خطوط تواصل بنا وبينه خلاص والكلام بقى مع الاهل خلاص وان في الحالة دي ما فيش جسور تواصل واتقاطع دو جسور التواصل وبتبقى المسألة ما بتبقاش فيها احلى احوالها دايما تبقى الناس ما تبنيش على الماضي وحل مشكلتك دلوقتي الشخص اللي بيجيب سرط الماضي وبيعيش في الماضي دايما بيخلي نفسه دايما في حالة غضب وفي حالة ثورة وبيكون الشخص ده هو ليه هدف بس الهدف ده ما بيحقهوش وكل ما بيكلم عن الماضي هو طالب من شريك حياته الاهتمام والتأدير وعشان كده لازم نتخلص من الكلام عن الماضي ونطلب مباشرة التأدير والمحبة من شريك الحياة نعمل ايه لازم ساعة الغضب نغير وضعنا طب احنا غضبانين مع بعض يبقى لازم نبتهاد وقت الغضب يستأذن الزوج اذن محترم وايه اللي يحصل ويبتعد عن الزوجة ويبتعد عن المكان في وقت الغضب ده لان في اوقات كتيرة بيتحاول الغضب من عمف لفظي الى عمف جسدي واحنا شايفين المسائل مش تحت السيطرة دلوقتي خلينا نتفق لما كل واحد من شركاء الحياة يستأذن من شريك حياته يقول له بعد اذنك انا عايز ماكملش الحوار ده يسمح له بداه ويستأذن بس لو كان الحوار حامي ما بحبس ان هو يستأذن اكتر من ساعتين يهدى يعمل حاجة مسعدة وبنصح الناس لما يكون مستأذنين اللي هو بيسموه استراحة استرداد النفس والعودة مرة ثانية الى الحوار بحبس ان هو يسمع حاجة بتسعده حاجة بترفرحه حاجة بتهدي خاطره ويا سلام لو كان دوة الزكر ألا بذكر الله تطمئنه القلوب يصلي يذكر ربنا يشوف حاجة تدخل عليه اللي ابتسامة والبشر ساعتها يبقى مؤهل ان هو يرجع تاني للحوار الحاجة التانية اللي ممكن يعملها ما نبنيش على الماضي لما نرجع للحوار نتكلم عن المستقبل والسعادة حتى لو كنا وقفين عند نقطة نستأذن بعض ونقول ان احنا النقطة دي أصابتنا بالغضب فاحنا النقطة دي هنكملها وننهيها فأقرب فرصة يعني هنقفلها ومش هنفتح فيها لو كانت من الكلام عن الماضي ونفتح في كلام جديد عن المستقبل والسعادة كمان تالت حاجة وآخر حاجة احنا عشان نمتنع عن الوقوع في فخ عدم القدرة على إدارة الغضب وإدارة المشاعر لازم نبدري نكون متنبهين يعني الشخص العصبي والشخص اللي هو عنده غضب وانفعالات ما بقدرش يسيطر عليها لازم من الأول خالص نقول له حاجة الكلام ده باختيارك الكلام ده انت مش مجبور عليه الكلام ده مش طبع الكلام ده سلوك تقتل تتغيره وعشان كده إيه اللي حاصل لازم من وقت للتاني يتعود إنه هو يراجع نفسه ويجلس مع نفسه في محادثة في خلوة احنا بنسميها كده الخلوة الرشيدة إنه هو يكلم نفسه في إنه هو لما ييجي في لحظات الغضب هياخد إجراء من الإجراءات التلاتة دي إنه هياخد عشر ثواني يذكر فيهم ربنا سبحانه وتعالى لغاية ما يقل غضبه أو إنه هو يفتكر جميل عمله ولو شريك حياته أو إنه هو في الإجراءات التالت يفتكر العاقبة السيئة إنه هو لو تماده في غضبه أو يعمل التلاتة مع بعض ويهدى وبعد كده يطلب التأجيل زي ما احنا قلنا الإجراءات دي ممكن تساعدنا كتير على إنه إحنا ندير غضبنا وإنه إحنا كمان نوصل لحال الرضا يا سادة مش الراجل هو اللي بيقدر يغضب ويتعصب ويعلي صوته ولا المرأة هي اللي بتقدر تعلي صوتها عشان توقف الهجوم عليها الإنسان الصادق في حبه اللي شريك حياته والصادق في حرصه على أسلته هو اللي من بدري يدير غضبه ومن بدري يتدرب على ده إدارة المشاعر وإدارة الغضب محتاجة تدريب ومحتاجة كمان الاتكال على الحبيب الأجل سبحانه وتعالى أي حد عصبي أي حد بيغضب هو قادر على إنه يمتنى عنده بس يستعين بالله سبحانه وتعالى ويدرب بنفسه وإن شاء الله كل الأعمال اللي في البيوت مدعومة من الله سبحانه وتعالى المعبود يلا ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ونتخلص من هذه الآفة اللي هي على قد ما الناس بيستهينوا بيها على قد ما هي بتأثر على بيوت كتيرة وبتزعزع البيوت وبتزعزع عامدتها وبتزعزع الحب فيها يا رب أعننا على إن احنا نكون في مددك وفي رحمتك لإن فعلا إدارة الغضب والمشاعر هي من أعظم أبواب الرحمة اجعلنا الرحماء يا رحيم بأهلنا وبناسنا وبأهل بيتنا عشان نرى جمال أودك في بيوتنا بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم ونخصص لها وقت عشان نجاوب عليها كمان وبنتلقى عليها تعليقاتكم وقترحاتكم اللي بتخلينا دايما عايشين في بركاته في أنوار مجالس العلم أول سؤال معنا أستاذة محمد من القاهرة أنوار سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي إذنك يا شيف عمر أنا سعيدة أول أن أنا بكلم حضركك الله يرضى عنكم أنا عندي حاجتين أرضو أن حضرتك تسمعني فيهم يعني أنا كنت معظفة وكانت طبيعة شغلنا أنه إحنا يعني كان بيجينا حاجات مثلا بأشكال معينة إحنا كنا بنعدلها إحنا بمزاجنا وبنعمل الشغل أحسن ما كان بيجينا والناس كلها كانت مرضية وكلام ده بس أنا خرجت معيش وضميري بيقاندني وبخرق صدقات كتير وأي حاجة بيحتاج مني حاجة بالدهال ومستحرمة ده بخرق جزء مرثة دي بس أنا مش عارف رعيش من عكاب ربنا وخيفة جدا من عذب ربنا معلش استفسار في السؤال ده حضرتك كنت بتقولي إن بتجيلك الحاجات وبنعدلها ولا بتجيلك الحاجات هدايا ولا إيه بالضبط لا حضرتك هي مبلغ أنا مثلا بنفس بيه حاجة بس هم مثلا بيحطوا بنوض معينة ما كانش بتريحنا في الشغل فكننا احنا بعين وكل وزارة والكلام ده بنعدل البنوض بحس إن احنا نشتغل الشغل كله وبنعمل الشغل زي ما هم عايزين وأحسن ما هم عايزين وبتوفروا في الفلوس وفلوس بتروح لكم ولا إيه لا ما بنوفرش احنا بناخد برضو المكافآت بتاعتنا وبندي الناس اللي هم ما كانوش بيكتبوا أسماءهم بيقول يعني مثلا لو كانوا عايزين مثلا نجيب أكل بكذا بنجيب الأكل بكذا وبأحسن وبالناس كويسها وكلام ده أنا مستحرما إن أنا مثلا ممكن أكون خطة حاجة أو أديت حاجة بإسمي لحد ما يستحقهاش فأنا يعني أنت دلوقتي معلش أمام محمد يعني فلكنت في بعض الأحيين تكتبي اسم ما كان اسمك لا لا حضرتك ببدل المشروع كله بحط بنود تريح الكل أنا فهمت كده خلاص السؤال التاني الحاجة التانية حضرتك إن أنا عندي ابني ابني وحيد أنا يعني من فترة من فترة بين باباو بس إحنا انفصلنا باحترام جدا لكن هو ما فيش علاقة بينه وبين باباو الموضوع ده أثر عليه أما وصل مرحلة سنة ومع إنه متعلم في لغات والكلام ده اتعرف على شلة أصحاب يعني علموا كل حاجة علموا كل حاجة حضرتك وحاولت إن أنا أدخل بابا أكتر من مرة بابا يعني ما كانش يعني بيستجيب ما عرفش السبب يعني أنا حاولت الحد النهاردة بحاول إن أنا أدخله في حياته لدرجة النسحة ودول عرضوا في وقت من الأوقات إنه هو يدخل الحد هل قاله محمد إن شوية فيه شوية شوية واسوسة عندك ولا واسوسة أه أنا آه ده سوال آه طيب أنا عايزة أقول لحضرتك على حاجة أنا أجاو أنا مش عارف هقول لحضرتك حاجة تانية الحاجة التانية إن أنا عندما إبني خرج ودته ما صحة عشان عادي خسدوكو أنا مش عارفة أعمل معا أنا بطلب من ربنا أنا مش طلبة من ربنا يا شيخ عمر غير إنه يخفر لإذا كن في حد عايز مني حاجة يسمحني وأنا بخاول أخرج طبقاته أي حد بيطلب مني حاجة لو همشي له بلاد بعملها وما أطلبش من أي حد طيب معلش يا أمو محمد عشان نتأكد بس الجزء الأولاني ده أنتو كان بيجيلكم المشروع فيه بنود معينة فكنت بتنفذوا المشروع ببنود أقل أو بنود متغيرة متغيرة بتشكل تاني بس كنت بتنفذوا المشروع بشكل صحيح وكان مديرك وكان مديرك موافق على ده لإن ده في مصلحة الشغل صح كده بالضبط شكرا أنا أجاوب على حضرتك يا أمو محمد بوسوا السيدي السؤال ده كان مهم جدا عشان الناس إحنا طول الوقت كل أي حاجة فيها أي شكل من أشكال الفساد فهي حرام لأن الفساد ده أتوالعاذ بالله ظلم وفيه إهدار للمال العام وفيه تعدي على أموال على أموال الناس ولذلك الفساد ده إحنا بنواجه بنقومه في كل حاجة لكن في حاجة اسمها التصرف حسب حسب السلطة المخولة يعني هي التصرف حسب السلطة المخولة لو إن واحد بيتصرف وفيه سلطة ليه مخولة إنه هو يعمل الأحسن ويحافظ على العاملين ويساعد الناس كلها على ده من غير ما يكون فيه مخالفة قانونية أو مخالفة لنظم العمل فده جائز جائز ليه؟ لأنه هو عمل حاجة مبتكرة وفرت وحسنت وعملت ده بالعكس إحنا بنطلب ده من الموظفين بحيث إنه لا يكون فيه لمخالفة قانونية ولا يكون فيه يهدر للمال العام ولا فيه كمان أكل الأموال العامة إذا كان الكلام ده وحد عمل الحاجة دي بطريقة أحسن ودوت في حدود سلطته فده جائز ليه لأنه هو بيقوم مقام الوكيل في تنفيذ الأعمال إنما لو كان ده مش فيه سلطته ومش كمان لأنه هو المفروض إن الوكيل مرهوم بإذن موكلة فهو إذا كانش مأذول له إنه يعمل الكلام ده فهو مش من حقه مش من حقه إنه يعمل حاجات هي مش مخولة لي أما وإن حضرتك بتقولي إن مدير حضرتك وإن المسؤول عن حضرتك كان شايف إن دي طريقة أحسن وكان شايف إن دوت فيه سلطته خلاص أنت ما عليك إش حاجة أنا مشكلتي بقى عند حضرتك جلد الزات اللي أنت بتعمليه ده وأظن جلد الزات ده زوته كمان الأزمة اللي تعرض لها ابنك لا أنت لازم تعرفي إن الله سبحانه وتعالى رحيم وإن أنت ما عملتش حاجة فيها فساد ولا فيها إهدار للمال بالعكس أنت كنت بتحاول بقدر الإمكان إن أنت تخلي بيئة العمل أكثر إنتاجا فلذلك أنت عملت حاجة صح لكن في نفس الوقت أنا مش عاجبني كمان أن أنت تحمل نفسك هذه المشكلات وتعتبر نفسك عندك مخالفة وقعدة تخرج جزء الصداقات بركة ونور وسعة في حياتك بس تخرج الصداقات مش هروباً مش هارباً لا طلباً طلباً لوسع طلباً للبركة طلباً للفتح طلباً للوصل بينك وبين الله لكن اللي أنت بتعمليه دوت من أن أنت تفضاري في حالة جلد الزات ده ده مش جيد وده هيبقى خطر على حياتك الإنسانية وخطر على حياتك أنت لسه هتدعمي ابنك عشان يخلص مرحلة إلاجه أما ابنك كمان فأنت عايزة ترعيه ودايماً تدعميه وتخليه يثق أنه هو هايخرج من كبوته وإن شاء الله سبحانه وتعالى يبارك لك أما والده اللي هو مش عايز يقوم بدوره في حياة ابنه فدوت من تضييع من يعول وده إسم والعزب الله ومن أعظم الإسم فليتق الله سبحانه وتعالى الست خلاص ما بقتش مستحملة فاتق الله سبحانه وتعالى ورع أولادك عشان دوت أول ما تسأل عنه هو أولادك معانا الأستاذ أحمد من الجيزة السلام عليكم يا فندي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا فندي بس أنا عندي سؤال معلش يا شيء فضل يا فندي بقول لحضرتك أنا معي أربع أولاد فيه بنتين كبار في مراحل تعليم مختلفة فمطلبين تعليم واحدة دخلة سنوية عامة واحدة دخلة جامعة فأنا مش عايزة مش عايزة أدخل اللي دخلة الجامعة دية بسبب أنها ظروف على قد فهل كده أنا ظلمتهم أنا بشتغل ما بأفترش وفتغلت شغلانة واتنين وبتاعة بس الدخل على المعيشة والبتاعة مش مش قادر أن أنا أدخلهم فهم زعلانين أنهم عايزين وانا والدروس والحاجات عطمة وسط فأنا حاسس أن أنا ظلمهم بس مش عارف أنا أنا مش مؤثر في حاجة فعايزة عارف أنا كده ليه عليها زمد والأبوة اللي في الجامعة قلت لها لا خد السنوية العامة وعادة مش قادر يدخل فأنا كده زعلهم طيب أنا بأقول أقول لحضرتك حاجة ما دون أنت مش قادر على ده أنت كده مش قاسم لكن أنا بناشد كل الناس اللي تقدر تساعد حضرتك أنها تساعد حضرتك في أنك أنت تكمل تعليم أولادك وخاصة أن البنات إحنا بنهتم جداً 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 بتعليم البنات لأشياء كتيرة جداً جداً لأن البنات دولة هم اللي يربوا الأجيال البنات دولة هم اللي يساعدوا في الحفاظ على الأسرة كل ما رفعنا جودة وخصائص البنت إحنا المجتمع هو المجتمع منتفع وكمان ده من باب وسيط حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقول لك حاجة إنه إن ربنا سبحانه وتعالى إن أنت تكمل لهم وإن شاء الله ربنا يسل لك وتخليهم يكملوا تعليمهم لكن أنت لو أنت مش قادر خلاص لو أنت قادر تقترض وتسدد القروض ديت عشان تعلمهم معلمهم لأن التعليم مهم جداً جداً لمستقبلهم لكن أنت لو مش قادر خلاص خلاص لاست آثماً ولكن التعليم أمر مهم جداً في حياة الأولاد وخاصة عيد الكلام ده وخاصة في حياة البنات ربنا إن شاء الله يعينك وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك لكن أنت مش آسم إذا كنت لا تستطيع لا يكلف الله نفساً إلا وسعاه معنا السيدة ميوسف وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخير الحمد لله طيب ميوسف بس أتمنى على حضرتك أن حضرتك توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون أنا كشفت عليهم الجزء بكاترة والسخنية مش بسيبه على أولا خالص وأني بجأة طلط للجعبة دي وبعايت من سببه مش عارفة فيه آي ومعايا ولا تشاجي على أولا خالص مش بسمع الكلام وميائي وتعيدني جاي وجايبني نفسه يعني جايبني النظرة من الناس بص ياسمع كلامي خالص طيب فين سؤالك يا أمو يوسف سؤالي مستدعي لو ياسين ربني مش فيه ويوسف يحوش عني لأن أبوهم فقد السمع وما بيسمعش وجاعد في البيت وهم تعبيني الاثنين مش عارفة على جيع منين ولا منين فالمستحن على جد ما بقدر أبوهم لأنه سمعوا على جد وسمعوا فقد السمع واني واخده كده وياسين ما بطيبش على أولا الجزء بكاترة حدر وجدي ومش عارفين عنده إيه ويوسف معجزني ام خلي الناس كلها نظراني ابنك 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 فدي من جل التربيتي ولا دي من إيه طيب يا أمو يوسف أنا أقولك تعملي إيه وربنا إن شاء الله هيكرمك وإن شاء الله تعالي الأول ندعي لابنك اللي هو عنده سخنية دي متواصلة أن ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه وينظر إليه بنظر اللطف ويجعل جسد الطهر منزل للألطاف ومنزل البركات ومنزل الرحمات ويعفو عنه ويجعله في خير حال يا رب العالمين أما ابنك بقى اللي هو يوسف في دوقتي اللي هو بيعمل مشاكل وبيعمل كده أنت لازم تعادي معاه لأنه في الحقيقة هو مشكلته أنه هو حاسس أنه ما عندهش سند فبيحس أنه المساحات اللي حواليه كلها مساحات بيتخليه لأنه بسبب بسبب أن والده ما بيقومش معاه بكل الأدوار اللي ممكن أباء تانية بيقوموا بيها مع أولادهم فهو بيحس أنه هو منطلق شويتين تلاتة فالحل هو إيه بس؟ أن أنت تعادي معاه وتتكلمي معاه كتير وتخرجي معاه وتتحركي معاه وتخليه كمان مسؤول عن رعاية أخوه ودوت إن شاء الله يقول لي أثر كبير جدا جدا في شخصيته يعني تعالي قولي له أنا محتاجة لك توقف جنبي عشان من غير ما تلوميه يعني مش تلوميه لكن قولي له عنك أنت قولي له عن احتياجك أنت ما تعوديش تلوميه لأنه هفلت منك لأنه هتمرد لكن كبريه كبريه قولي له أنا محتاجة لك محتاجة لك توقف جنبي محتاجة لك تبقى سندي محتاجة لك تبقى ظاهري هو ساعتها هيبتدي يفكر في الكلام اللي انت بتقوله له الأمر التاني ببساطة خالص لازم انت تتعودي دايما ان انت تدعيله يدعيله في كل سجدة من سجدات صلاتك وان شاء الله ربنا سبحانه تعالى يوريكي الخير كله ان شاء الله أستاذ عولة من الجيزة حمد لله بخير عندي أيها أستاذ عمر اتفضلي يا فندم سامعك عندي بنتي عندها أخام السنين بتقوم مخروعة مطول وتحلم بأحلام وحشة طيب هو ده بتقولي عايزة نعمل معها ايه هقولك نعمل معها ايه حاضر بص يا أستاذ عولة أول حاجة أرجوكي أرجوكي أستحلفك بالله ما تودهاش لحد يعالجها ما تودهاش لحد يعالجها أصد أصد من الناس اللي بيعالجوا من الجن ومن العفاريت بنتك ما فقاش حاجة خالص لكن بنتك بتقوم مفزوعة عشان حاجات تانية أنا أعرفها بس بعد شوية مش هنقدر أن أعرفها دلوقتي عندها خمس سنين إحنا ممكن نسألها عندها خمس سنين لا نسألها من دلوقتي هنت فيه ايه نفضل نحقق معها في حياتها لأنها بتقوم مفزوعة فيه حاجات كتيرة ممكن تحصل في حياتها وأرجوكي لما تقولك على الحاجة اللي هي مفزوعة منها ما تستظهرهاش ما تقولي ما كل العيال بيحصل لهم كده لا كل واحد وكل طفل بيفرق عن الطفل التاني فالأطفال متنوعين والأطفال حساسيتهم بتختلف فعشان كده أعودي معاها مش قادرة أعودي معاها وديها لحد أخصائي نفسي يقعد معاها في السن ده أو في السن ده هو كده مش عيب يعني مش كده تبقى يبقى حاجة غلط لا مش حاجة غلط ولا حاجة اعملي كده وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لكم الخير الأمر التاني حاولي على طول ترقي تقرأي الفاتحة والمعوزتين صورة الفلق وصورة الناس مع الفاتحة عليها طول الوقت وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلها في أحسن حال معانا الأستاذة منا وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو تمحس أنا متجوزة ومعايا ثلاث عيال طي وهو يعرف واحدة تانية عاوز بالله وبيقول لن هو بيشبها هي متجوزة طي وبيقول لن هو بيشبها طي هو كده رمي علي الينين بقاله بقاله كده أكثر من شهر أقلي من شهر هو بقى والعيز يردني والعيز يسيبني أنا معي ثلاث عهد وأنا مش عارفة عمي بإيه طي أقول لك أقول لك أكلمك على الأمر أولا أنه أنه بيحب واحدة متجوزة وهيروح وهيروح يلغية ويكلمها أنا آسف يعني في التعبير ويحاول يلف عليها فده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه لأنه ده بيستجلب لصحبه اللعن يعني لو واحد خبب امرأة على زوجها ده بيب ملعون يعني ايه خبب امرأة على زوجها يعني خلاها تكره جزها وتطلق منه ده منعون ولذلك أنا بيقول لزوج حضرتك اتقل الله سبحانه وتعالى حاجة التانية والبسيطة والسهلة إنه هو تعملي أنت إيه مع زوجك ده لازم يبقى فيه زي ما بيقوله كده قعدة كبار إيه اللي أشر إليها القرآن بإن إحنا نبعث حكما من أهله وحكما من أهله نخليهم يقعدوا يشوفوا المسألة دي إيه إذا كان الكبار عارفين إنه هو على علاقة بالست دي الكبار مش عارفين إيه إيه أنت تعودي معاه وتقول له إحنا عندنا أولاد وعندنا سمعة وإحنا وأنا وإنت زوجي وماليش غيرك إحنا كده عا نفسد الأسرة المسألة مش إنت بس اللي بتعمل كده لا ده إحنا عندنا حياتنا كلها وحياة أولادنا ومستقبلهم فإحنا عايزين نتقل الله في أولادنا وعايزين نتقل الله سبحانه وتعالى عشان نحاجي على البيت ده وبعدين إنت رجل محترم ورجل عاقل ما تمشيش وراء أهوائك فتضمر مستقبلك ومستقبل أسرتك كلها الكلام اللي زي ده كلام هيفتح الباب نقعد بقى ونتكلم إزاي إحنا نغير حياتنا ولا بأس لو إنه هو يرضى يتفضل عندنا في المركز الإشاد الزواجي ونكلمه ونكلمه مش عايش في توافق ولا في رضا ولا في سعادة في حياته عشان يفتح باب من أبواب الإقبال على الله سبحانه وتعالى وملي البيت بالمواد ده والرحمة يا سادة احنا نتكلمنا النهاردة عن مسألة مهمة قوي وإدارة المشاعر وخاصة إدارة الغضب عارفين يا سادة الإنسان بعد ما بيضير غضبه وبيبقى عنده مهارة إزاي يقدر يمسك نفسه بيحس أنه قريب من ربنا بيحس أنه قلبه لان بيحس أنه عنده رحمة بيحس كمان أن الدنيا واسعة أي حد بيحس أن البيت بتاعه ملتهب ومليان غضب يحاول يكتر الرحمة في قلبه يحاول بقدر الإمكان أنه يعمل الإجراءات اللي احنا قلناها ويعرف أنه مش لوحده يعرف أنه ممدود من الله سبحانه وتعالى ويعرف أن الله سنده ويعرف أن حياته هينشرح فيها صدره وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك له لما يجبر خاطر مراته بأنه ما يغضبش وما يتعصبش وما يحرقش البيت يا سادة الغضب والعصبية ما بتخليش واحد كبير لكن بتخلي النار في البيت تطير يا رب جنبنا المكاره وجنبنا الغضب وجنبنا العصبية وأذقنا يا ربنا شهد الحكمة وأنوار البركة وأنوار العقل والمنطق حتى نستطيع أن نرى جماله عطاياك في بيوتنا ونعلم أن بيوتنا محل لنظر رحمتك ولطفك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة